اشتركوا في القناة الى قاعدة عيسى الجوية كان في استقباله سعادة الفريق الركن ذياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الاركان واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين ووفد القوات الجوية للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية المشاركين في التمرين بعد ذلك استمع صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين لإجاز عن أهداف ومراحل الجانب الجوي من التمرين المشترك حمد ثلاثة والطائرات المقاتلة المشاركة فيه ووسائل القيادة والسيطرة وقد رحب صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بالأشقاء من القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه كما شكرهم على جهودهم الكبيرة في المشاركة بمختلف مراحل التمرين المشترك حمد ثلاثة وأشاد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بما لمسه من الروح الأخوية والتعاون المشترك للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين والذي ظهر جليا خلال تطبيق مختلف مراحل وفعاليات التمرين مؤكدا معاليه على أهمية إجراء المزيد من هذه التمرين المشتركة بين الأشقاء للارتقاء بمستويات الأداء القتالي مما يساهم في اكتساب المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات الدفاعية بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء مضيفا معاليه أن هذا التمرين يأتي ضمن إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين من أجل تعزيز وتقوية الروابط التاريخية الأخوية المتميزة بين البلدين وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية الشقيقة والتي من شأنها دعم العمل العربي المشترك وعرب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين عن خالص شكره واعتزازه بالجهود الطيبة التي بذلت وما شاهده من كفاءة عالية أثناء تطبيق المراحل الأولى للتمرين والذي عكس بصورة جلية المستوى المتقدم في التعاون والتنسيق المشترك للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين هذا وقد رافق معاليه عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين هذا وتستمر فعاليات التمرين المشترك حمد الثلاثة الذي نفذت صباح اليوم إحدى مراحله نفذت من قبل عدد من الطائرات المقاتلة لسلاح الجو الملكي البحريني ومجموعة من سفن سلاح البحرية البحريني بمشاركة طائرات مقاتلة وسفن بحرية من القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وقد شمن التمرين الذي نفذ في الأجواء والمياه الإقليمية لمملكة البحرين على العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات مراحل التمرين المشترك حمد الثلاثة الذي يأتي ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة لتلبية الأهداف التي رسمها قادة البلدين ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات العسكرية وإثراء الخبرات القيادية القتالية للأسلحة الجوية والبحرية المشاركة وتطويرها لاستيعاب متضلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية الجدير بالذكر أن تمرين حمد ثلاثة يهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية حيث يجتمل التمرين على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية في مختلف صنوف التدريب والأسلحة الحديثة المتطورة بالإضافة إلى ذلك سيعزز التمرين من أواصر التعاون والعمل المشترك ويهيئ الأرضية الصلبة لتبادل الخبرات في المجالات العسكرية مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية للقوات المشاركة في التمرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر